موسيقى حياكم الله عز المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم نتحدث معكم اليوم حول شكل الحكومة القادمة في العراق في ظل تواجد قائد فيلق القرس الإيراني الجنرال إسماعيل قاني في العراق وتحركه على الزعمات السياسية وكذلك زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان العراق إلى زعيم تار الصدر المقدار الصدر اليوم في النجف للتفاهم حول تشكيل الحكومة فاصل ونعودوا لكم نلفت عناية مشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 10727 وعلى مدار النيلسات اعتباراً من الأول من شباط عام 2022 وأن البث على نظام SD سيتم إيقافه في الثامن والعشرين من شباط عام 2022 أهلاً بكم من جهدين إن شاء الله من يوم غد يبدأ بث الأجدي على قناة الرافدين وسوف يتوقف نظام SD اعتباراً من 28 بالشهر أي نهاية شهر 2 مثل ما اشترنا قبل الفاصل بأن عنوان حلقة صوتكم اليوم هو التساؤل الرئيس في الحلقة كيف سيكون شكل الحكومة في العراق هل سيكون على غرار الحكومات السابقة حكومة حاصصية بين الأحزاب والزعمات السياسية هل يعقل بأن تكون هذه المرة مختلفة وإن كانت كذلك أليس نفس الوجوه هي من تمسك بخيوط تشكيل الحكومة أليس تواجد إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني في العراق منذ الأسبوع الماضي ولقاءاته المستمرة مع زعمات سياسية دليل واضح على أن إيران تشرف على تشكيل الحكومة القادمة كيف نفسر تحرك إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني على شخصيات سياسية كردية وسنية وفي نفس الوقت يقوم كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان العراق نجرفان برزاني بزيارة زعيم التار الصدري مقتداء الصدر في النجف اليوم كيف نفسر الهجمات على مقار تحالف يتقدم وعزم وعلى مطار بغداد في الأيام الماضية هل هي ورقة ضغط لتشكيل حكومة توافقية كما يريد الإطار التنسيقي هل مقتدى الصدر قادر على تشكيل حكومة أغلبية كما يصفها كل هذه التساؤلات ناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم بعنوان كيف سيكون شكل الحكومة القادمة في العراق يرجع الاتصال بنا عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة والمشاركة أيضا برسائل قصيرة عبر خدمة الواتساب كشفت مصادر الصحفية اليوم بأن قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاني بدأ بتحركات جديدة تجاه قوى سياسية سنية وكردية لبحث الأزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي طبعا المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني كشف في أربيل وهو محمود محمد كشف اليوم الاثنين عن دور لقائد فيلق القدس في الحرس الإيراني الجنرال إسماعيل قاني الموجود في العراق منذ عدة أيام في المبادرة كما أسماها لحل الأزمة في البلاد محمد قال بتصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية عراقية بأن قاني طلب من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني لعب دور في حل الأزمة السياسية الحالية أضاف بأن قاني موجود في بغداد منذ أيام أو منذ مدة طويلة وكانت له زيارات إلى أربيل وزار الرئيس مسعود برزاني ولفت إلى أنه طلب من مسعود برزاني بأن يلعب هذا الدور بحكم ما يحظى به من احترام لحل المشاكل القائمة داخل البيت الشيء أوضح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه كانت لإسماعيل قاني زيارات إلى العراق ويرافقه في زياراته مسؤول ملف العراق حسن فر مشيرا إلى أن الجميع مهتم كما قال بإخراج البيت الشيعي من التشتت الذي يعانيه أو على الأقل منع تفاقم الأمور على حد قوله هذا كذلك ما أكده النائب الكردي السابق أحمد حمارشيد الذي تحدث عن موجود علاقة بين زيارة قاني إلى العراق والاجتماع الذي شهدته النجف صباح اليوم الثاني قائلا تمخضت زيارة قاني عن تشكيل وفد لزيارة النجف من المحتمل أن يكون الاتحاد كبش الفداء يقصد الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتنافس مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على منصب رئيس الجمهورية كثير من التساؤلات في حلقة اليوم وعلى رأسها كيف سيكون شكل الحكومة القادمة في العراق في ظل تواجد إسماعيل قاني وكذلك ما صرحت به مصادر صحفية وسياسية كذلك بأن زيارة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان ورئيس إقليم كردستان كانت اليوم بطلب من إسماعيل قاني معنات صال سعد من السعودية تفضل سعد وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك بارك الله فيك أخونا حامد بارك الله في هذه القناة بارك الله في أهل العراق قل مباركين والشعب هذا قال كلمته والكلمته هي اللي ستمشي والعالم كلها معاه وتحية لهذه القناة وتحية هذا للشعب الأبي وشكرا يا أهل العراق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أبو عراق من الفلوجة كيف سيكون شكل الحكومة القادمة في العراق والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وسهلا بك والله يا أستاذ عمار يعني من ينبدي لك يعني ش تقول الحكومة يعني صار 19 سنة ما نفسهم ما نفسهم جماعة مختدة وصارهم 19 سنة بالحكومة اللي سواء العراق كن هو شين اللي راح يتغير راح يجيبون حرام الشبعان راح يحطون حرام جوعان ما أكو غيره يا أخي شين مزقوا العراق عمم أستاذ عمار الله يخليه دمروا العراق لا يعرف عليهم ما أخذي خلونا خلونا الدول تلحق علينا صرنا مهزلة والله يعرف عليهم يعني حكومة صار لكم كم يوم تفترون والتدخل الإيراني على شنوه لأن احنا يعني محب وخذي ما تخجلون من الدول والدول جايش شكل حكومات وكيفة ليش أحنا علينا تدخل إيران ليش عملي ذولة أستاذ عمار الله يخليك هذولة تبعية كلهم تبعية إذا ما توافق عليهم إيران ما حد يبقى إيران تجيب هذا كأجابة فتتصرف بالعراق بكيفة ليأجل مصالحها الخاصة كله موحد عملي ذولة لدينا حكومة وغير سيادة وعندنا محكمة محترفية بس ما عدنا يا أستاذ عمار الله يخليك خلونا مهزلة والله يبقى اليوم حقي يستحون على نفسهم حقي يخجنون كافعات كافي نزقت الشعب عم الشعب ما يريدكم ما يريدكم هتفعوا كافعات كافي خلونا شعب بيناتنا والله بتوعدين والله ما عندنا لا طايف هي ولا غيره انت تجبتوها يا ظلمة يا كفار انت تجبتوها ولكم عام عليكم ولكم خليتونا مهزلة للدول وأنا أشكرك أخوة شكرا أبو عراق من فلوجة كان معنا معنا أبو فاطمى من صلاح الدين أبو فاطمى في ظل تواجد إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني في العراق منذ أيام وزيارة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان ورئيس أقليم كردستان العراق نجدر فان برزاني إلى زعيم التار الصدري مقتداء الصدر اليوم في النجف برأيك كيف سوف يكون شكل الحكومة القادمة في العراق سيد العزيز بداية كلامي السلام عليكم وعليكم 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 شكرا السيد عمر على مبادرتك يعني السيد عمر يعني هي مبينة واضحة ومطروحة كل شي مطروحة على الساحة يعني هو السعار نفس الجواب السيد عمر يعني هي يعني خاف يعني السدة التليفونة وهذا هي مبينة إيران الشكل الحكومة وتحول الحكومة كلها بكيفها هي ما زال أكو حزاب يعني موجودة إيران يعني هذا الجذع العراق صار كالجذع الماقلة النخر والدليل على ذلك يعني حسنا كنازحين نزعت من عام 2014 في مخيم السليمانية قال لي احترقت الخيمة بي وانحمد ابنة يعني بتحت الخيمة ويدحج عالية قسم من بلا إله إلا الله يدحج عالية جدا وانحمد ابنة يتقلب بالنار ما يقدر خش عليه مش شدة الحرارة هو والإعلام موجودة والتواصل الاجتماعي لازم ما شفته ها يعني أكبر هل جاء أحد من الحكومة محافظ صلاح الدين أي واحد جاء علي يا خش على الخيمة قال لي يا نازح يا أنت يا نازح شنو لمخليك هنا مطلوب أنت داعشي لمخليك هنا شنو خلينا جاوبك خلينا جاوبك أقول لك أنا بيتي مهدم أرضي مختصبة ممنوع حتى تطبيها ولطبيها دمها هدر هاي مبينة كلها تعرفها ناحية يثرب انفتحت قسم من عدها والقسم الثاني مختصب تحجي دخل واسمك حاسبة تسكت مي الجوع وحرنة ويا الوقت الوقت يا عتبي يا وعتبي أستاذ العزيز المتة المتة يعني يعني ها صار سبع سنين أنت محافظ صلاح الدين هذا شهر شهر الواحد ونزلت الثلوش سقطت الخيم ولازم شفتوا أنتوا أنتوا جماعة داعا وشوفون بعيونكم يعني جيت جيت يعني وزعت نفط للمخيم ليش ليش أنا ما ألي حق محافظتي أنا مو بن بلدك ليش ابني ليش ابو إيران ليش ابو إيران يمشي بالعراق ها ورافع راسه ليش أنا العراقي منزل راسي قال ليش ليش هو هذا الوقت هذا ما أنه لا الوقت هو نفسه مبين ذاك الوقت نفسه بس السياتين سووا بيكبينه يعني الإيراني الإيراني يخليني أفطر رهي كبيرا نرفع راسي والله ما خليني بس ذهبت القيرة ذهب ذهب الضمير ترى هي الضمير ستعى الضمير السياسي من قعد قال عنده الضمير يبتشي الفقير والما عنده واللي ضميره ها خايس بس حاير بعياله أنت محافظ صلاح الدين احنا عيالك أنا ابنك أنا ما زال أنت محافظ علي أنا ابنك جعلني نفس ابنك أنت من تقهد الصبح وشوف ابنك بردان شو صير بك أنت شو صير بيك يعني سير بيك شو صير بيك شو صير بيك شو صير بيك شو صير بيك يرجف الليل كله قسما بالله الليل كله أطفالي من شدة السقوط الثلوج على الخيم وهذا تشاد هي ربعة وصار فوقها ثلج من فوق شنو اللي يدفيها خمس صوبات تشعل تتفى لا والله ما تتفى يا شعب يا شعب انظروا على حاني حساني سياسيين ما عاتبوا عاتب الشعب أحافظ أخاطم محافظ صلاحة الدين يعني انت جيت علي سألتني يا بشنه اللي بخليك ان انا قاعد اللي بخليك ان انا قاعد شنو انت 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 مطلوب إذا مطلوب طب بني حشاك وحشا تسامع وحشا لداع طب بني مرض خليني لا لو صارت جاي ايا لي طب بني بس جل مو عندك سجول لعداني بري وقعدني بالمخيم ابني ينحمت اه تشبيري اه التنهمت بي الخيمة ما يقدر يطلع بره اه ضرير ما يقدر ينهمت بره خيمة ليش ليش يعني عراقي والله يعني عراقي قاس من بلا إله إلا الله هو عراقي ما تخلوني سرسر عثياني وعرضي بق بخيم انت محافظ صلاحة الدين انت هذا عرضك عرضك عفني يعني اوفني الشباب الشباب من يطلع انفسهم بس عرضك فالمخيم يجي على مساعدات يجي على مساعدات كلها تدفع بيهم ينزم المرأة من صدرها يدفعها هذا عرضك هذا عرضك جاي يدفع بيه يعني وين القيراماتك مو جيت على اليمين وقصة انت اليمين اني يعديها بصورة يعني بصورة حقيقية وين اليمين ما لك بس اليمين ما لك وين انا مو الية الية على البطايق انا بصلاح الدين وين لي حقوق وا mankind وينها وينها ريانها عوفني احساه رجاني عفني عنا مثلان منطرة من البرد نعمнить بارد منطرة من البرد هل اقول لك مثلان استاذ حكومه منك استاذ حكومه منك استاذ عسلى ارغما آلي حاسا لو مثلي فتحون مكتبة دخلان أم Andrew منطرة اخرى قسم من القرآن لا استبيعه بس اعيش بس اعيش في ويالي راح نموت راح نموت من البلد راح نموت من الخذل من كل شي رحموت أنا سوي إيراني أنا إيراني مو عراقي حسنا العراقيين متبري منهم اليوم الدين الفياسيين يا عمي شو الإيراني مقدروا مكرم شو أنا طيح حظي بالمخيم يا عمي بس إذا وصل لك بس إذا وصل لك ضيم قلبي إذا أطلق ضيم قلبي أنا أخوك أنا أخوك حسنا من جاي حد شيك جاي أخوك عراقي بس ما حد يسمعك ما حد يسمعك يا أنت يا شعب يا عراقيين تقبلونها تقبلونها قاعد مختصبة مو بالثاني ما جاي حاشيك بصفة نازح واحد جاي حاشيك بصفة نازحين صلاح الدين يقول لك يا عبا حنا قفلنا الملفات يا عبا من قفلت الملفات أنا بيتي مهدم وقاعد مختصبة أو أنا روح خليني بالخيمة خليني موت خليني موتاني وعيالي عوفني ولا ترجعني وترجعني أعظم يا أصداد المتة المتة وينها الحكومة ليش ليش كانت الدول كلها تهابنة على شل السبب أنا ما رد حتي يعني ما شل السبب كل الدول كانت تتهابنة كان أبويراني كان أبويراني يحلم يمشي بالعراق كان أبو تركي يحلم يمشي بالعراق على شلس صار على العراق كل من يجي يطبيها مننا ويطلع مننا ليشنا التقيام الله يعينك أبو فاطم إن شاء الله أن يفرج عنك وعن جميع النازحين وإن شاء الله يا رب ترجع إلى منطقتك سالم غانم معنا أبو قحطان من صلاح الدين تفضل أبو قحطان أبو قحطان يا رايت تسمعني من التلفون مباشرة نص التلفزيون للأخير أبو قحطان يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع أبو قحطان من صلاح الدين طبعا جاءت تصريحات على لسان المتحدث باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني في أربين محمود محمد بعد زيارة قام بها رئيس البرلمان كما أشرنا محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان العراق رجيرفان البرازاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر إلى النجف ولقائهم بزعيم التيار الصدري مقتداء الصدر الذي جدد عقب انتهاء الاجتماع تمسكه كما قال بحكومة أغلبية وطنية معلنا في الوقت ذاته استعداده للحوار مع المعارضة الوطنية بحسب وصفه رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود البرازاني أصدر بيانا صباح اليوم الاثنين قال فيه بأنه من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق طرحت مبادرة سياسية وفي سياق هذه المبادرة أقترح أن يقوم السيدان نجرفان البرازاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتداء الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل وأضاف آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته طبعا قاني اجتمع بمسعود البرازاني قبل هذا البيان مصادر سياسية في النجف تحدثت لصحيفة العربي الجريد وقالت بأن كل من الحلبوسي والبرازاني والخنجر ناقشوا مع مقتداء الصدر سبل الخروج كما أسموها من الأزمة السياسية الحالية وأوضح بأن مقتداء الصدر عبر عن ترحيبه بما طرح في الاجتماع على أن يعمل الجميع من أجل تشكيل حكومة الأغلبية قاني التقى في هذه الأطراف قبل تحرك هذه الأطراف اليوم وزيارتهم إلى النجف وكذلك قبل إصدار مسعود برازاني لبيانة التي أخذنا من عندها بعض المقتطفات معنا اتصال أبو حوراء من كركوك أبو حوراء برأيك كيف سوف يكون شكل الحكومة القادمة في العراق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك السلام عليكم هي حكومة طاشلة من البداية يحكيها صراحة شلون حكومة طاشلة من البداية يعني حكومة يتذكرون النازحين البل مخيم يتذكر الأطفال الماتة منها البرد يتذكر يعني أطاشية جوحة العطاش يعني هذه يعني هو محل يعني توقع الأقل شي هو هذا الحلبوسي يقد عنده بشر مات يعني على أيديه يقد بشر راح يعني منها البرد القاسي هذه وحكومة يا حكومة هذا يا صادر العزيز تحكي عليها يعني راح تحطي دبيد الصدر والله حطي دبيد الكردي حطي دبيد هذا هي آية أحجيها جداً كلها وخليت تسمعني كلها موعد الحكومة إحنا عراقية حكومة إيرانية حكومة إيرانية تحكمنا كامل ولا يحكم مهابي بالله يعني الألفاري فيجي حكومة العراقية هذا البياد وخارات البياد وكي كلها تدري شانة حرم عليه على الفرس وحرم على كل الدول يفوتونها قبل بلد الخير هذا بلد العراقية أبو حوراء أنت نازح أبو حوراء نعم أنا نازح من يا منطقة نازح أنا من ديالة تركك صار لك كم سنة نعم من الألفين وعشرة والحد الآن من ألفين وش قد من الألفين وعشرة ألفين وعشرة نعم يعني صار لك 12 سنة أكثر من 12 سنة أكثر من 12 سنة وليش ما تقلت ترجع يعني هذه ما أرجع لن لما أتعرف نفسك بياسة على توقات البيديالة ميليشيات أحزاب يعني قتل يعني تسليب عندك ما أتعرف يعني يقول لك أنا داعش أنا والله ميليشيات أنا آني يعني ما أتعرف بياسة يا إشيلونك ما أتعرف يعني بياسة يشيلونك ويطلب عليك فلان مبلغ وأنا ميا نجيب أنا عامل فاين حظي أسأب كاركوك نريد نفط ما جاء يسلموننا نفط نفط ما جاء يسلمون روح يقول لك محافظتك ويقول لك أنت وان يقول لك كاركوك يقول لك رح لأب كاركوك الله يعنكم يعني هذه هي من الحكومة هذه يعني حكومة أنا عراقي لا من جايك من سوريا لا من مقار دولة لا من مقار دولة أنا عراقي أنا عراقي أجنفتي عراقية شن الضمانة تريد أنطيك يقدم لك ياتا آخذ نفط بwives يقول لك رح لأب محافظتك يعني رح على محافظة يجي المحافظة في محافظة يقول لك أنت وين ساكن يقول لك كركوك تركيش قد يقول لك رح أجل على المنطقة السكنتوية نعم هيش يعني صارت البارحة كركوك رحت على المحافظة على الوقوف طريد أسلم نفط والله يجد دام البشر كلها واحد قدم ابنة يسلم نفط قالها ابني خليرة هنا يلمك على ما يجب لك شي يعني مبلغ مالي ظل عليه أسين دينا قال له الله ابني يمت على ما يجب لك المبلغ المالي وقام يحادي من الناس يدفع مال نفط والله يعينكم أبو حورا يعني أساد ما تصبح حكومة هذه ما تصبح حكومة والله يعني الناشط من الحكومة يعطلون الوضع يعني يعني يشوفون كهرباء ماكو نفط ماكو أطفال ماست من البرد عندنا مرضى تروح للمستشفيات ماكو إدارة مستشفي يعني بالمستشفى ماكو إدارة يعني منظمة تقول لها يعني وتروح للمستشفيات تروح للمستشفى ماكو إدارة يا أهلا بيك تفضل نصينا التلفزيون أحمد 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 تسمعني أخويا ليش ما تنصت التلفزيون أيا نصي نصي الأخير يا أخي نصيت أخويا تمام تفضل والله يا أخي ما عفاشو أغلبية فاشلة فاشلة آي الحفومة يعني ماكو إي نتيجة ماكو شلون ماكو إي نتائج آي منه عايش كفان نايت صعرنا سبعة عام طعس سنة ببع ماكو ناشتنا شي بخير لحد لا نفوس لا فقور جوع نعم اي والله العالم تعبأت العالم صارت ماسات 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 مو طبيعية صار بالعالم هم زين تتوقع يصير شي نفس الحكومة لو رح يصير نفس شكل الحكومة ما رح يضاير شي كل نفس الورقة كل بس نفس الوجوه نفس الورقة كل شي ما رح يتغير هم أشو رح يتغير أبد ما يفعل ما جل ما جل ما جل دول البطناء الدولة العراق ما رح يشي العراق براس وخير أبد العراق إذا ما يجعل أهل العراق بنفسهم صح زحمة شغلة زحمة الله المعين مصحيح هاي بشمس النظيم لا قاز لا نغ لا رح زي الله تعبنا تعبنا أستاذ والله تعبنا تعبنا إحنا بلد الخير بلد النفر الله يعين الجميع إلى متى إلى متى يعني بطالة صارت يعني بطالة لا شغل لا عمل لا شغل والله والله حتى لا نشتري جلي 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 نشتري بخمس بحش بالجلي كان نشتري بالنص نص جلي كان مجري ما احنا بلد نفطي بلد جني بلد غني بلد غني جري ما يستخدم بنا قاعدين موجرين يوم ما نشتغل ما نعكل عانكم الله واني اشكرك احمد من اربي كان معنا ابو مروة من كربلا ابو مروة كيف ترى شكل الحكومة القادمة في العراق في ظل زيارة اسماعي القاني في ظل زيارات زعمات سياسية فيما بينها قبل لا نحتي في تشكيل الحكومة سلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله أنا أوجه رسالة إلى الأخ ابو فاطمة النازح إلى من صلاح الدين نعم أخي أخي العزيز اصبر فإن الفرد قريب إن شاء الله ونحن كشعب عراقي والله العظيم ما مرت من ليالي البرد الذي وذا ما ذكرناكم يا النازحين لكن هذه ظروف يعرفها الله ونحن الجميع وإن شاء الله الفرد قريب أخي أخي إن شاء الله ما عدنا غير نقول حسبنا الله ونعم الوكيل هذا واحد اثنين إذا تسألني عن شكل الحكومة أخي من فضلك إحنا كلنا شايفين الأفلام الهندية وملينا منها ونزعانين من هاي الأفلام ليش يسمون فيلم هندي الفيلم الهندي لما نباو عيحنا كنا قبل العائلة تبتشر الأب بمكان الأولاد بمكان الأم بمكان نهاية الفيلم كلهم يلتمون وينتهي الفيلم أخي هاي أفلام هندية وباختصار يعني والكلام رواية يعني كلام عشرين سنة ما ممكن نستحضر هن كل هن لكنه باختصار أقول أفلام هندية هي هي نفس الحال أخي نفس الحال عرفوا يعني لن يتغير شيء أبو مروى أنت شوف أنه خلال هذه السلوات اللي مرت راح هم بصير حكومة محاصصة بيناتهم أبدا عرفوا عرفوا بأن يحس فيهم فلذلك كل أربع سنين يلتجون لقد حالة معينة هاي الأربع سنين خوفا على عملية والسياسية لأنه وانهار سرى انتهت رفت فراحوا راحوا يسوون هاي الأمور هذا يجي منا هذا راح منا هذا زعلوية هذا هذا يجي بالنتيجة أخي العزيز الكل تتوافط ويقعدون نفس الحال نفس الشيء وفي كل مرة تثبت إيران بأن لها اليد الطولة بتشكيل الحكومة نعم 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 كل تشكيل الحكومة يجي مسؤول إيراني يرتب الأوضاء لازم لازم إيران وهذا على أن يصار يعني هذا أصبح هم تيفتخرون به على أن يصبح على أن يصبح أنه الحل يجب أن يكون إيراني يش إيران ده تدخل يش إيران تريد مجموعة معينة لأنه يمثلون سياسات يمثلون مشاليح طهي معروفة أخي العزيز وأنا أشكرك وأنا أشكرك وأنا أشكرك أبو مروى هذا العراق هذا العراق وأنا أمد الله وأنا أشكرك أبو مروى من كربلاء كان معنا كيان من بغداد أخي كيان كيف ترى زيارة قاني إلى العراق منذ أيام وزيارة الحلبوسي والبرزاني إلى النجف ولقاءهم بزعيم تار الصدري مقتدر الصدر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك أنا أول شي عندما أملاحظة قبل لأبدو ياركو الحديد تفضل عيني خميس الخنجة يسويحون على اليرهاب يسيقاعدوية سيد مقتدر سيد مقتدر يسيقاعدوية سيقاعدوية هذه تناقب هذه وحدة النقطة الثانية ما أشترون أشوف زيارتهم زيارتهم ما جاءت قاسمون جاءت قاسمون أموال العراق سرقة العراق ومن هو قناعي من هو قناعي يلعب مصري العراق شخص تافي لا إلى عرق لا إلى أساس لا إلى من هو من هو يجي لعب مقدرات العراق يلعب مقدرات 40 مليون من هو من حضرته وهم كنون ذول من حضرتهم يلعبون مقدرات العراق أنا لبل مصري 40 مليون وفي 5-6-20 لا هذا غلط هذا عيد وعيد على العراق عنده غيرة وعنده إنسانية وعنده شذة أنا ثق بذات الله لا عندي نازح ولا يقرب لنازح ولا يمي نازح حتى صار لساعة أبتان على أبو فاطم وعلى هذا ولومية أبتع عليهم أبتع عليهم تدليح عنده الأهل وناسي هذول العراقيين أقربوا هنا بنفس الوطن وشربنا من ماء هذا الوطن وأكلنا من خبز هذا الوطن وأتمنى أمنيته أمنيته عند الإمكانية الشافية أروح أخدمهم بعيوني وأخدمهم بعيوني وشيرهم على راتي بيوتهم وقل للدول حسن تلافسي عمامة رسول الله وتوظف والصلي وجه وسلم تأمري لا فاطر السماوات والأرض فلا أنت صحيح تطبخ دير رسول الله وعمامة رسول الله لو ترجع النازحين لبيوتهم لو تروح اثناء مياه النازحين هذا الإسلام الحقيقي هذا رسول الله اللي يريده نظر رحمة كان رائعي نظر رحمة كان رائعي ولا تنسيحون على ابن أبي طالب على ابن أبي طالب سلام الله على أمير المؤمن ما كان يخلي دمعة كثير مطلح أو كان عنده بيت المال بيت المال عنده وهو فقير يأكل خبز وملح اتدوبت فاطمة الزهراء ما عنده مهرباء الدرع المالة أنتم خجلتونه أنتم يوم القيامة خجلتونه والله العظيم خجلتونه الدنيا وآخر خجل بص متعار بص متعار اسمح لي بعيدا عن المسميات بص متعار من العلسين وثلاثل هاي الحكام بتاريخ العراق بص متعار حكمه والعراق بص متعار لا والله مو بص متعار هم معار تقبضات اللعليل هذول ما عندهم لا إنسانية لا غيرة لا نامون لا حمية هذول يعني أتفادي يعني ما عندهم أباهم مهات من أباهم تعالي يا أبا تعالي يا أماما انت ليش يسوي اسم العراق ما هذا العراق هذا الفقور وهذا الجوع وهذه الناس خطيئة متأذية وهذه المراب وذول النازحين النازحين ذول قاعد يموت من اللبار لا حغل كوة الله ugh لا بي هاراته بص ليش انت البشر الله يحب مننا الخير بص الانسان يحب للإنسان الشر الله ما يحب مننا الشر نهائيا الله سبحانه تعالي اقرب إلينا من حبل الوريد الوريد يحب مننا اقرب بس يحبل الإنسان الشر أنتم يا مدعين الإسلام والإسلامية والصيحون والتدفون باسم الإسلام باسم الأنبياء وباسم الأمم ما خرستكم شفتوا أمام عافلة فقير شفتوا نبع عافلة فقير أنتم هم فهمون أنتم يا أمم التبعون ويا أنبياء فهمون عذكم أمبياء جدد لا نعرفون قلوه النبي عذكم أمم جدد غير الأمم الحقيقيين هم قلوا نبيهم يعني انتم هؤلاء النازحين هؤلاء النازحين هؤلاء بالبرد يعني عراق عراقي تعرف شن عراقي تاج العرب تاج العرب من بتشول وبهذا البرد لا بطانية ولا بطة وبيوتها موجودة ليش ما ترجعون البيته ليش ارهابي امن تبالله الارهاب حاسب القانوني حاسب قال قال ابو فاطمة قال عمي انا اذا علي جرم علي شبهة خليه يحاسبوني ويرجعون اهلي ماكو مشكلة اي هو دايب سيد عمر سيد عمر انت تسمح لي ارجوك فضل فضل عيني علي علي من النازحين علي اربع ارهاب وثابته وبالدليل قسم من بذات الله الشعب العراق كله ويأخي يقول لك حاكمة ماكو مشكلة بس حاكمة بالقانون نعم مو تحاكمة تحطي القبرات والثورة لا حاكمة بالقانون اكو قانون خليه عزم القانون ماكو مشكلة هذا قانون هذا رجال ارهابي وقت الناس خليه عزم بس ما عنده شي رجع البيتة رجع البيتة يا أخي رجع البيتة هذا خطيئة والله العظيم يا سيد عمر تقض الله هذا المرتفع بدون عمدان قلبي قلبي يشكك يشكك عليهم أستاني بتشيت والله على كلامه فاطمة بتشيت وعلى كلام الأخ الوراء هم بتشيت تقبذات الله يعني هسه هم ماعتهم الشويات ماعتهم ناموس ماعتهم هاي الإنسانية ماعتهم ليش عمي ليش ليش تم طلبوننا بثار طلبون العراق بثار والعراقيين ليش ليش بلد 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 ما موجود من عنده بالفرأة الأرضية بلد بكل السمات الطيبة والراقية والأصيلة دمرتوه يا أخي دمرتوه وخرجتوه أقرام هالفراق ما محترم بأي دولة بالعالم هل سأي دولة بالعالم يموت به عراقي لا يظهر سفير ولا يظهر أي شخص أبد أبد بس خلي يموت شخص إيراني مجردم ما يعرف همه من أبوه تنقله بالدنيا القنصليات والسفارات والكعزية والشي شينها الصديق تذيب فاندامة بن حجي كريم ما تهموهيش ما قويش عمي عمو ما قويش ما قويش عن أنتم ما ناسف وطلعوا بم العراقي لطلعوا بره وطلعوا بره أنتم مرض أنتم مرض أنتم في قبضات الله حتى الهو سممتوه أنتم فايروس خطير خطير فايروس خطير وفاضل فايروس متحول يقتل الناس وبعدين يقتل نفسه بل واحد يقتل ثاني يقتل نفسه ولكننا لا ننتظركم كافي الحد هنا نقول كافي كافي أحجي لك بيت بسيط من الشعر يقول قد طفح الكيل ووصلت الدماء إلى شحمة الأذنين مظاهرات سلمية يرمى عليها رفاف حيث يقتل الشباب يطالبوا بحقه شاب شاب يريد حياة كريمة وحياة محترمة يقتل ليه شيء شكايل هذا شنو وين هار قانون نزلتوا تقتلونه يطالب حقه تقتلونه ليه شنو سبب وانتم عن المناصب تقطعون الشوارع وطقون المطارات وطقون بيت رئيسي الوزراء بس هو هو شو هو رئيسي شوف دائما دائما رأي يقول أنا أصير رئيس وزراء ويصدر للموقف ويقبل بهذه المهمة الوطنية طبعا مهمة وطنية شريفة بسهم ما يعرفون لا تفاصيلها ولا تفاصيلها ولا هاي لأنه من يتقدم 40 مليون راح يصبح منه برقفته هذا رئيس الوزراء منسكت على هاي العبلة صارت به يعني يقل للكرة العرضية العراق لا شيء تعالوا سرقوا وقتلوا أنا طيقوني العراقيين العراقيين بيش كدو الثالي في دول جلبس بيت رئيس الوزراء طيقوني أنا أشكر كيام بغداد كان معنا مستمرون معكم عزيزي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل القصير ونعودوا لكم اشتركوا في القناة اهلا بكم ما من جديد معنا اتصال أبو جابر من السماوات فضل أبو جابر حياك الله حيا والدوم يا أهل أبيك والله بس أطلع بالغنام شو ما انت على الهواء هاي مباشرة اه فضل يا رات يا رات سلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله يا أهلا بك شو ما يا أهلا بك أنا أسهلا بك فضل اي والله والله يا ولد أشتكي لك حتى راتب الرعاية قطعه ليش أقسم بيت الله حتى بالعربان اشتغلت اشتغلت اشتغل ليش قطعه الراتب اي والله قطعه ما ما أعرف والله يا أخوي ما سألتهم شون الأسباب شون الأسباب كل ما ديني لواحد يوديني لواحد كل ما ديني لها هذا ويردنا لذا صار لش قد مقطوع عليك صار لش قد من القطع الراتب والله يا طويل لا لا المدة المدة صار لش قد من قطع الراتب ليس بس سانة ها يعني ناس ناس تفير قطعوها يعني هذا العدة حتى العدة حتى العدة كاروبة شكرا صار لها عشرين سنة بسمي هم قطعه راتب زيان انت موظف سابق متقاعد شو شغلتك 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 لا موظفة لكن شو ماك نعم نعم صار لش ايه والله 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 كل شو ماكو صدق بالله خذت لفترة أشتغل بالعربانة من العربانة الرحية العربانة عاي الدفع نعم نعم وأشكر الاستثار أبل شكر الشكر ألف شكر عم الله وكي نقوم بينا من هالبشرية صدق بينا من هالبشرية أستعروا فتحوا لنا المجال خلونا سافر نطلع برا هم نحسن والله المعين أنا أشكرك أبو جاور بن السماو وكان معنا معنا أبو أحمد من ميسان تفضل أبو أحمد السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله يا أهل أبيك أشكركم قناة الشعب قناة المظلوم يعني أستاذ فدروا لكم ما بذلك الشخصيات يعني ما كو يعني عثم نزاح 80% عندنا بدلوا هذه الحكومة بدل هذه الحكومة حتى تباووا علي للشعب والمظلوم يعني بس هاي الشخصيات هاي الشخصيات هاي الشخصيات هاي الشخصيات هاي الشخصيات يعني ما كو غيرهم يباعون على هاي المظلومين على هاي الفقرة على هاي الناس بس كالله ناس تيجي غيرهم يعني ستشلبوهما يعني بدلوا نزاحة نزاحة تشعين بمية اثمانين والله ما أعرف بدل نزاحة يعني ما كو غيرهم الشخصيات تيجي ناس هلئ تباو على هاي المجلسين تباو على هذه المظلومين على هذه المعوقيين على هذه الدخاء على طرقة الصحة علينا الله شاهد و تدمرنا تجي ناس تخاف الله يعني تباو عليه فوق و تشوف الله بشهما ما يباوهم فوق كون الباحث يتمثم و أنا باو علي فوق للأله أقول يا ربي كون تجينا ناس تشوف طياد تخاف الله تباو علي فوق حتى بيباهم علينا عليها على غيري على النازلين الفقر هاي بكترهم البريد علي المعوقيين هسا أنا هاي تشمرهم المناشد يعني هم زحمة علينا يا أستاذ ولو أنتم يعني أنتم يعني الحكومة اللي تعتبروا السلطة الرابعة أقلامين شفيديكم بس نقول من ببركم هذا ما حدي يباو على حالنا تجي ناس غير ذولة يعني يعني معقولة ما حديش يسمع صوتنا أستاذ معقولة يعني معقولة ما حديش مع صوتنا يعني يعني هسي ناس يعني لمن ما ننطر يصير بين غير حالة حالة نفسه يعني أنا صار هاي مناشد من المنبر الرافضين هاي من المنبر يعني يعني أريد واحد يباو عليه خير من داخل العراق ومن خارج العراق لا تشاء الله واحد يباو عليه لأن الدولة انتهت بعد ما تباو عليه الدولة ما تباو عليه لأن أنا كل شيء النفذ طبري نفذ يعني تروح يعني يعني صوو شغلة يعني انتهيت والله كفير كفران يعني يعني ما حديش بيتي رطب بيتي رطب كثني رطوبة كثني شون النازحين خطيئة الله يعاين عليهم ويعاين على كل إنسان مظلوم أمين يعني هذه المرة الرابعة نقول بك الناس تجي غير ذوي الشقياء جال برها مش حتى شيء ذات يعني ماكو هاي المدولين ماكو ناس تنتقب يعني ناس يعني يعني كل إنسان نشوف نفسه موعدة قابلية يفضلوا وعلى هالنازحين وعلى هالدنيا وعلى هالدنيا وعلى هالدفصلة وعلى هالدهول وعلى هالدرعاية وهذا مع الدراسل وإحنا من الحال لا من الحاجر وعلى هالدحان أنا منظر الله أموي ما أنا سأجوز مئة واحد نصلي بألف واحد نصلي بس أنا بتحسس فرصة أن أناشد منبر رافجين مما سوى الله يفرج عنك أبو أحمد ويفرج عن جميع عراقين أنا أشكرك أبو أحمد ميسان كان معنا أبو قحطان من صلاح الدين أبو قحطان تفضل الله يسمي الله يخليك الله يحفظك أنا أشكر هذا الفصل عليك قال لك على أبو فاطمة قمت أبجي توضيك الساعر خابرك هذا شريف عراقي إنحط عرات هذا وهذا ابنوات نعم طبعا أبو مروى من كربلة كان متعاطف جدا مع قضية النازحين الأخ كيام من بغداد أبو أحمد من ميسان نعم الزنيا ما أتخلم الطيبين الزنيا بعدها بعدها بعد مياسطيبين نعم نعم أنا أشوفني نازح نفطلاح الدين ومنطقتي مفتوحة من ناحية كتريب أروح أستعى المطر من الصبوح تضطروا الحد الآن ما مضطلتنا المطر وأروح عني السعالة في صلاح الدين مهد مفلش نعم وأروح عني أقعود وأنا أستقر هذا الكاظمي شو بيصفنا بس يصفد ما داع البال للنازحين ولا وش بيقل ولا يربط أنت كيش يتعي علي مري السلاة وأنت تفت ما فضت نازحة كلها نازحين أنت علي أنت تاير رئيس والله ما ألي هنا يجي يجي على الكراب ينازر ملامد أو العام ويفوت مهم أخيم وما يمر علينا ولا الكاظمي والطفال الكاظمي ولا يقول عندي نازحين ولا سعن يفوت والله بيني وبين تقريبا 20 متر بيننا وبين الأجار الراح به يروح على هذا الكراب إلى السراويل يمر عليهم وإحنا ما يمر علينا ومعو يفوت محد نازحين انظروا على حالنا من ذاك اليوم شهرنا 8 السنين والماء طبعا علينا هسا المطر والصبوح والجهال والسعائلة من مخيم ثم الكراب ضربة الكراب والنتلو عبار 200 ماتوا هذا السبب عليهم العركاب من الناس تشتكي لأمريكا وانطونا جوازات فنطلع قير نطلع على قير دولة والله يعينكم قحطان والله يفرج عن جميع النازحين وعن جميع العراقيين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة عزيزا المشاهدين تحدثنا فيها حول شكل الحكومة القادمة في ظل تواجد قائد فيلق القدس الإيراني في العراق قاسم إسماعيل قاني وتحركاته مع الزعامات السياسية في العراق شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة